بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ميكانيكا المواعع 2 الدرس الأول Pipe Networks المحاضرة الرابعة نبدأ في هذه الحصة عرض Pipe Loops Solution تفسير الأمر هذا أو إعطاء كيف يتم الحل ثم إعطاء مسألة بسيطة على كيفية الحل فهنا أكرس أني لوب ولوب نقصد به إيش أنه شيء هنا يكون مغلق يعني الموايا كده شيء مغلق مجموعة الهيدلوس تساوي 0 وهذا طبيعي جدا لأنه لما نبدأ بالنقطة 1 2 3 4 نرجع للنقطة 1 فالهيدلوس تساوي 0 لأنه رجعت إلى نقطة البداية هنا عندي معلومة Delta Q تساوي حسب المعادلة هنا ما أخذ بعين الاعتبار أن تساوي 2 هنا لQ0 هي Assumed Value of Fluorate Delta Q the difference between the true value of Fluorate and the Assumed Value and R زي ما نعرفوها هي Hydraulic Resistance of the Pipe طبيعي ستنا هنا كلمة Assumed يعني المفترضة ورح نشوف في المسألة إيش تعني كلمة مفترضة فهنا أخذنا المسألة دخل الماية هنا 50 متر مكعب في الثانية وأعطاني قيمة إيش قيمة الر 1 قيمة الر 2 وقيمة الر 3 زي ما موجود هنا في الجدول 2 4 and 3 أو في الرسمة اللي كنا نسح عليها في السلايد اللي قبل فاعتبرنا هنا أن الماية تدخل 50 متر مكعب تقسم على 2 وتم اختيار الأرقام هذه بصفة اعتباطية فأصبح هنا 25 متر مكعب وهنا 25 متر مكعب خرج من الماية هنا 20 متر مكعب فإيش رح يرجع من هنا رح يرجع 5 لو جمعنا 5 مع 25 تخرج الماية من هنا تصير 30 متر مكعب في الثانية رح نسوي إيش؟ رح نسوي اتجاه لللوب اتجاه هو هذا هو الموجب فبالنسبة للفرع أو البايب رقم 1 تصبح إيش 25 متر مكعب لكن الفرع رقم 3 أو البايب رقم 3 ورقم 2 فهما عكس الاتجاه اللي اخترناه فإذا تصبح هنا بالسالم 5 وهنا سالم 25 زي ما موجود هنا في الجدول في العمود اللي بعد عندي إيش عندي RQ تربيع وهنا ننتبه للعمود هذا لأنه فيه كده بعض الأشياء اللي يلزم الانتباه إلها فهنا عندي إيش؟ RQ تربيع يعني R في Q تربيع تصير لنتيجة هنا 1250 طيب في العمود الثاني 4 في 25 بالسالب تربيع جيني النتيجة هنا بالموجب لكن إيش السالب هذا؟ السالب هذا بعد ما نسوي الحسابات ننظر هل إنه هنا عكس الاتجاه أو مع الاتجاه؟ فإذا كان عكس الاتجاه وهذا واضح من أول إنه بالسالب فهنا طوالي بالسالب فإذا هنا النتيجة RQ تربيع مع أخذ بعين الاعتبار الاتجاه يعني لو عندي هنا سالب تصبح هنا سالب طوالي نحطها قبل حتى ما نسوي حسابات فإذا النتيجة الثالثة زي ما قلنا ثلاثة في خمسة تربيع وما ننسى بما أنه هنا بالسالب من الأول نحط السالب هنا برا فتصبح النتيجة ثلاثة في خمسة عشرين ما ننسى السالب صير النتيجة أخيرا سالب خمسة وسبعين زي ما موجود هنا طيب الأخير عمود الأخير هو 2RQ هنا أيضا ننتبه ما رح نأخذ بعين الاعتبار إيش السالب اللي موجود هنا أو يمكن هنا كتابته كده بالأبسوليوت فاليو أوف كيو فهنا تصبح للنتيجة مية ميتين ثلاثين تم جمع النتيجة 2RQ هنا RQ تربيع تم جمحه نستعمل المعادلة التي تم عرضها إيش في سلايد اللي قبل فهنا سالب سالب 1325 زي ما موجود هنا على 330 اللي هي هنا فهذا النتيجة الأولى وهذا النتيجة الثانية جينا النتيجة هنا 4.015 يعني تقريبا 4 طيب أربعة هذه زي ما قلنا إيش ديلتا كيو هي إيش الفرق بين Assumed Value اللي احنا افترضنا 25 25 5 والنتيجة اللي رح نصلولها إن شاء الله وتكون صحيحة فهنا Q1 بعد ما كانت النتيجة أو الطريقة 25 رح نضيف لها الديلتا كيو فتصير لي 29 طيب Q2 هي سالب 25 كانت من أول رح نضيف لها إيش مع أربعة Q3 سالب 5 رح نضيف لها أيضا مع أربعة فتصير النتيجة هنا 29 سالب 21 سالب 1 نمر السلايد اللي بعد 29 سالب 21 بما أنه عكس الاتجاه سالب 1 أيضا بما أنه عكس الاتجاه نسوي نفس الحسابات هنا اعتبار Q0 زي ما قلنا هنا رح نسوي RQ تربيع فكأنها إذا سالب RQ تربيع أو هنا بالجزء هذا والجزء هذا باعتبار إيش السنس حقتي نفس الشيء هنا 2RQ 2RQ بدون الأخذ بالاعتبار السنس تزيني delta Q0.293 نجمعه هنا مع Q1 Q2 Q3 نحصل value جديدة ونعيد الحسابات من جديد إلى أنه تصير النتيجة هنا delta Q تساوي A0 أو قريبة من السفر الطريقة هذه أو الابليكيشن هذه يتم حسابها باستعمال الكمبيوتر لكن يجب أن نعرف قبل ما نبرمج الكمبيوتر بأي لغة نبغاها الطريقة التي يتم فيها الحساب هنا نكون خلصت المسألة لو أصلت أن delta Q تساوي 0 السلام عليكم ورحمة الله